السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا في معرض سيرنا مع وقفاتنا التي نستضيء فيها بسنة رسولنا صلوات الله عليه والحقيقة هناك أمر غائب عندما نتكلم على سنة حبيبنا المصطفى صلوات الله عليه وعندما ننظر في سيرته وهديه ونتدبر في كل أحواله هناك أمر مفتقد هناك أمر أراه بالفعل يغيب عن أذهاننا مع أهميته بل ومع وضوحه الغريب رغم أنه في منتهى الوضوح بالنسبة إلينا ألا وهو التدبر في كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي سنن الله تعالى في الكون يعني نبدأ أولا الإنسان عندما يسمع أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عندما يسمع أصلا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء يقع في ذهنه أن هذا بشر ليس كالبشر هو نبي يحى إليه وبالتالي هو خرج عن مستوى البشر حدوده ليس كحدود البشر تصرفاته كلها ليس كتصرفات البشر هو نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى وبالتالي عندما أتعامل مع ما يأتيني عنه أنا أخرج به عن حيز بشرية البشر وأتعامل معه تعاملا خاصا لماذا؟ لأنه نبي مؤيد لأنه نبي يحى إليه هذا الكلام فيه من الحق وفيه من الخطأ هو نبي يحى إليه فعلا لكن النبي الذي يحى إليه عرف كأنه بشر من البشر قل إنما أنا بشر مثلكم وبالتالي عندما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى بشر مثلنا كان هذا الوحي نازل على إنسان من بين مجموع البشر ليوحي إليهم بشيء يطبق في حياة البشر لم يكن ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه كله خارج عن إطار ما يتمكن منه البشر ليس كله عبارة عن المعجزات وخوارق العادات نعم كان هناك معجزات بل رسولنا صلى الله عليه وكل نبي من الأنبياء كان لهم معجزات وهذا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه فإذا حدثنا عن معجزات رسولنا أهمها بالطبع القرآن فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فأخبرنا صلى الله عليه أن كل نبي له معجزة ومعجزة رسولنا صلى الله عليه الأولى هي القرآن ولكن ليست هذه هي المعجزة الوحيدة بل كان هناك العديد من المعجزات هناك معجزات حسية نزلت أيضا تؤيد ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وتصدقه وتخبر من حوله أن هذا نبي يوحى إليه أنه رجل صادق فيما أتاكم به فمنها مثلا معجزة انشقاق القمر فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فلقة الجبل الآخر يعني انشق القمر على كل شق كان موجود على جبل وأراهم هذا عيانا رأوه عيانا ترى ماذا قالوا عندما رأوا هذا هل آمنوا للأسف قالوا إنما سحرنا محمد فنزل قول الحق سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الشاهد لأنه بالفعل هناك معجزات هناك أشياء نزلت لتؤيد وتصدق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه بل وهذا كان حال كل نبي أن يكون الله معه من الدلائل والبراهين على صدقه وبالتالي يطمئن البشر إلى ما جاءهم به لكن هل كل ما أتان عن رسول الله صلى الله عليه كان في إطار المعجزات أبدا بل المتتبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن رسولنا صلى الله عليه كان يغرس في الناس شيئا واحدا ألا وهو كيف يكون عبيدا لله بما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه يغرس فيهم الإيمان ويغرس فيهم التوكل على الله سبحانه وتعالى وينزج بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب فيكون هناك أخذ للأسباب وتوكل على مسبب الأسباب هكذا كانت الرؤية واضحة وكان كل شيء من تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بهذا وتنطق بهذا بل إذا وجدنا أو تأمننا في سيرته صلى الله عليه نجد أنه كان يعني يكون لديه من التراتيب في ما يتخذه من الخطوات خاصة الخطوات المهمة ما يغرس هذا غرسا يعني لو نظرنا مثلا فيما أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة تجد أنه اتخذ من الإجراءات ومن التراتيب التي تريك كيف يكون هناك إعداد واستعداد وأخذ بكل الأسباب هذا يفعله من؟ رسولنا صلى الله عليه المؤيد بالوحي الذي يعصمه الله سبحانه وتعالى من الناس رغم ذلك علم أتباعه وعلم البشرية كلها كيف يحيا الإنسان وفق هذا النموذج النموذج الكامل النموذج الوسط للإنسان الذي ليس عنده شطط لا عنده مغالاة في الأخذ بالأسباب ولا عنده دروشة وعقلية مغيبة تقول لا نأخذ بالأسباب ويعتبرون أن عدم الأخذ بالأسباب هذا من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى وليس هذا ما أتى به رسول الله صلى الله عليه لأجل هذا إذا أردنا أن نطلق مصطلحاً عصرياً على هذا النمط نقول كانت بالفعل استراتيجية واضحة استراتيجية محددة في كل خطوات الخطوات التي اتخذها رسولنا صلى الله عليه على مدار بعثته ودعوته صلى الله عليه فإذا أردنا مثلاً أن ننظر إلى هذه الاستراتيجية بشيء من التدقيق انظر مثلاً في كيف يكون الإعداد الاستراتيجي للنفسية المؤمنة انظر أولاً الإنسان المؤمن إذا يعني تلقى هذا الإيمان أول شيء يكون في حياته هو الاستضام مع الوجه الآخر الاستضام مع الضفة الأخرى الذين يرفضون الإيمان فيكون لديه حق واضح ناصع أبيض يصطدم بظلمة السواد فهذا الإنسان المؤمن يتحرك قلبه ويتحرك شوقاً إلى أن يغير إلى أن يفاعل ما لديه من الحق إلى أن يقلب هذا السواد إلى ضوء هكذا هي نفسية المؤمن لا يتحمل أبداً أن يرى الخلل وأن يرى الذلل فتجد فيه لحفة وشوق وصرعة مسارعة إلى ماذا؟ إلى أن يغير فتجد لديه هذه العجلة فكانت أولى خطوات التغيير استراتيجية التمهل والتأني نعم لا بد للإنسان أن يكون لديه حافز ويكون لديه دافع ويكون لديه قوة في التغيير لكن لا تقفز فوق السنن لا تناطح الصخر لا بد أن تتعامل وفق سنن الله تعالى في الكون وأن تعرف كيف يكون التغيير وكيف يكون التدرج في التغيير نعم قد يتألم قلبك وقد يتحرك قلبك لأجل أن تجني ثمار التغيير وأن ترى التغيير واقعاً لكن هذا لا يكون أبداً بالعجلة لأجل هذا لا بد أن يكون الإجابة للسؤال المنطقي إذا كنا نحن على الحق لماذا لا ينتصر الحق إذا كنا نحن الذين يحملون الصواب فلماذا لا نقضي على الخطأ أقول لك لماذا لأنك لا بد أن تصل إلى مبتغاك في الطريق الصحيح وإلا لن تصل إلى الهدف لا بد أن تتخذ الخطوات تدريجياً حتى تصل إلى المستوى الذي تريد وهذا الذي رأيناه فعلاً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أحد الصحابة جاء إليه يتحرك قلبه بما ذكرناه يريد أن يغير يريد أن يرى النصر كان هذا هو ما حدث مع الصحابي الجليل خباب بن الأرد فعن خباب رضوان الله عليه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال رد عليهم رسولنا صلى الله عليه قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصر وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون سبحان الله الذي ينظر في موقف هذا الصحابي يجده موقفا طبيعيا هو يرى أنه على الحق مكثوا فترة ليس بالقصيرة وهم يصطدمون مع أهل الباطل وأهل الباطل يصولون عليهم ويعتدون عليهم ويفتنون المؤمنين في دينهم ويصدون الناس عن دين الله فالسؤال المنطقي لماذا لا ننتصر؟ لماذا لا نرى الفتح؟ لماذا لا يكون دين الله هو الغالب؟ فالسؤال طبيعي جدا بل والأعجب أن السؤال في منتهى الطبيعية أن يخرج من خباب دونا عن غيره أتدرون لماذا؟ لأن خباب رضوان الله عليه كان ممن يزاد لهم في العذاب والنكال كان ينكل به جدا كان من أشد من سمعنا عنه عذابا بين الصحابة اسمع إلى هذه الآثار حتى تفهم الموقف وتضعه في سياقه ونريد أيضا أن نجعل هذا من إضاءاتنا أنك إذا أخذت النص ونزعته من سياقه نزعته من السياق التاريخي ونزعته من سياقه الأدبي ونحو هذا سوف يكون النص باهتا لن تستفيد منه فنريد أن نضع النصوص في سياقها عندها تستطيع أن تفهم وأن تتدبر وأن تخرج بالحكمة الكاملة نرجع إلى خباب رضوان الله عليه خباب رضي الله عنه جاء في يوم إلى سيدنا عمر رضوان الله عليه فقال له عمر هذا كان في خلافة سيدنا عمر فقال له سيدنا عمر أدنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمر يعني قال له أدنه مني اجلس جنبي الذي يستحق هذا المكان هو عمر يعني أنت الوحيد الذي قد تستحقه بعده لماذا؟ لأننا بالفعل نعلم ما كان من شأنه وما كان من شأن عائلته وكيف كانوا يعذبون وكيف كانوا يؤذون قال فجعل خباب يريه آثاراً بظاهره مما عذابه المشركون يعني سيدنا خباب لما سمع هذا فأراه آثار العذاب في رواية قال ما هو بأحق به مني إنه كان من المشركين من يمنعه ولم يكن لي أحد يمنعني لقد رأيتني يوماً أخذوني وأوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برز يعني يريد أن يصور له المشهد يقول له أنا كنت أعذب وما كان هناك من يدافع عني وكان يعذبوني عذاباً شديداً حتى إنهم كانوا يضعونه على النار فيضفئونها بشحم ظهره حتى إن ظهره قد تغيرت معالمه من شدة ما فيه من الجروح وآثار التعذيب في رواية سأل عمر بن الخطاب خباباً عما لقي من المشركين فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري فنظر فقال ما رأيتك اليوم ظهر الرجل قال خباب لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ولك ظهري أي شحم ظهري وقال الشعبي إن خباباً صبر ولم يعطي الكفار ما سألوا فجعلوا يلزقون ظهره بالرضف حتى ذهب لحم متنه يعني جعلوا يضعونه على الحجارة المحمى وكان هذه الحجارة تطفأ بماذا؟ بشحم ظهري رضوان الله عليه يعني كان يعذب عذاباً شديداً وفي روايات أيضاً أنه كانت مولاته يتسمى أم أنمار كانت تأخذ الحديد للمحمى فتضعوها على رأسه سبحان الله يعني رجل لاقى كل هذا العذاب ورغم ذلك عندما يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه ويقول له ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا؟ يأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنكم قوم تستعجلون سبحان الله إذا كان هذا يخاطب به هذا الصحابي على ما به من الأذى وعلى ما لقى من العذاب فكيف يقال لأمثالنا؟ نعم لا بد أن يغرس هذا غرساً في عقل وقلب كل مؤمن إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم وإن لله سنناً في الكون لا بد للمؤمن العاقل أن يتخذ هذه السنن وأن يسير وفقها حتى يصل إلى براده أما العجلة فهي لا تأتي بالخير أبداً فكان لا بد من هذه التربية التربية الإيمانية التي تجعل الإنسان يخرج من المعايير البشر إلى المعايير الأخرى المعايير التي تسمو فوق البشر المعايير التي يتعارف عليها الناس الإيمان يرتقي بها فيخرج بها من ضيق البشرية إلى فضاء الإيمان من ضيق البشرية إلى فضاء العبودية عندها يستطيع الإنسان أن يسير وفق هذه القواعد فيرى الطريق الصواب الذي عليه أن يسير فيه من الأمور أيضا التي علمنا رسول الله صلى الله عليه في هذه الأمور التي نقول استراتيجية الاتخاذ للإعداد الجيد والتعامل وفق سنن الله سبحانه وتعالى هي مسألة الإعداد المتأني للتغيير لاحظ المؤمنون عاشوا قبل إسلامهم فترة في مرحلة الجاهلية العالم كله عاش قرونا في ظلمات الجاهلية والصحابة رضوان الله عليهم حتى من آمن منهم عاش في حياته فترة قبل أن يتحول إلى مرحلة الإيمان النفس البشرية مهما كانت نفسا سامية لا بد أنها ستتأثر ولا بد أنها تلوثت يوما ما أن يتغير الإنسان تغيرا كليا من حال إلى حال هذا مستحيل وهذا لا يعقل لأجل هذا كان لابد من التدرج في الإعداد لهذه العقول وهذه القلوب حتى تنتقل انتقالا سلسا وانتقالا سليما انتقالا يكون فيه الثبات فكان لابد من التدرج لابد من التدرج في التغيير لم يطلب من المؤمنين أن يتغيروا فورا من هذا إلى ذاك من هذا الحال إلى ذاك الحال وهذا أيضا يعطيك إضاءة وفهما لما يسمى بالتدرج في التشريع في بعض التشريعات يعطيك فهما لبعض الأمور التي اتخذت وقتا حتى تغيرت ثم استقرت بعد ذلك فمن هنا نفهم كيف كان حال الصحابة وكيف صاروا الصحابة رضوان الله عليهم كما قال حذيفة بن اليمن كنا في جاهلية وشر كانوا على هذا الحال كذلك لما وصف الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب حالهم لما ذهب إلى النجاشي في هجرة الحبشة فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحاب ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف كذا كان حالهم هكذا عاشوا هذه النفوس لابد لها أن يكون فيها بعض الأشياء التي ستأخذ وقتا في التغيير هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه علمنا أنه ستكون هناك أمور باقية نعم ستظل هناك أمور بل قال لنا صلى الله عليه أن هناك من أمور الجاهلية ما ستظل في أمته كما قال صلى الله عليه في الحديث الصحيح أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هنا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة سبحان الله صدقت يا رسول الله وهذا ما نراه في حياتنا لأجل هذا قال صلى الله عليه لأحد الصحابة وهو من كبار الصحابة هو أبو ذر قال يا أبو ذر عيرت هذا الرجل بأمه إنك مرؤ فيك جاهلية لا زال فيك من الرواسب رواسب قديمة لأجل هذا كان لابد من الإعداد الجيد لتغيير الصف المؤمن بداية من الوحدة الأولى وحدة الإنسان المؤمن لابد أن يكون هناك تغير متدرج حتى ينتقل الإنسان إلى الصفاء أن ينتقل من حال كان فيه على خلل إلى حال يعالج هذا الخلل التدريجي من هذا مثلا كيف تعامل الشرع مع مسألة كانت مشهورة في الجاهلية مسألة العجلة في الثأر كان هذا طبعهم كان الإنسان منهم إذا كان له ثأر كان يسالع فيه بل كان بعضهم يقاتل بعضا على أمر تافه هناك حروب امتدت لأربعين عاما وكان سببها ناقة وكان الإنسان منهم يقتل قبيلة في مقابل فرد واحد فكان لديهم هذه الحمية ولديهم هذه العجلة في الأخذ بالثأر والانتقام للنفس فهنا الشرع علمهم أن المطلوب من الإنسان المؤمن ليست العجلة وليس الثأر المطلوب منه أن يغير المطلوب منه أن يؤسس دعائم الإيمان فكان تهذيب النفوس المؤمنة بالصبر أولا على الآذى فكان أولا يطلب منهم أن يصبروا على الأذى وكان هذا في كثير من النصوص خاصة نجدها في القرآن المكي منها قوله سبحانه وتعالى لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَابْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الصبر والتقوى من عزم الأمور وكذلك قال الحق سبحانه وتعالى قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فظل هذا هو الحال والنمط حتى إن بعض الصحابة استبطأوا هذا أرادوا أن يصطدموا مع الصف الكافر وأرادوا أن يكون هناك ثأر لهم فهنا نزل الحق سبحانه وتعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ النَّاسَ سبحان الله العظيم كخشة الله أو أشد خشوة فهنا استبطأوا ماذا استبطأوا النصر فجاء الشرع ليهذبهم ويعلمهم بل عليكم بالصبر كذلك الحال أيضا من الأشياء التي علمناها رسول الله صلى الله وسلم إيجاد البدائل الدعوية ألا يكون الإنسان على نمط واحد فكان أمره بالهجرة إلى الحبشة وكان خروجه هو صلى الله عليه بالدعوة خارج مكة الشاهد عليك ألا تنطح الصخر إذا أردت النصر فعليك أن تتدرج في إزالة الصخر الشرع علمك هذا فافقه هذا وتعلم هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الصبر وأن يرزقنا النصر نلقاكم على خير في لقاءنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر